إيه اللي حصل مع الرجل الزمالية؟ اللي حصل برضو أن أسوريو مازال بيدور على فكرة أسوريو موتش الأهلي ملعبش بتلاتة لعب باربعة وكانت من بداية الموتش يعني ما كانش عنده فكرة الدفن ما كانش تلاتة اتنين لأ كتربعة لعب باربعة وراء هو الرجل بيدور على الشيء لدوله التوازن ما بين الكسافة الهجمية اللي هو بيدور عليها دايماً ويهاجم من كل الطور بتاعة الملعب سواء فتح الملعب أو الممرات الداخلية بيدور على دي هو مش هيتخلى عندي ولكن مش قادر بقى يوصل لفكرة أن أنا أعمل فريق في نفس الوقت متوازن بدأ يجرب في الأربعة وبيغير بقى في الستنج بتاع باقية المركز تعال نشوف النهاردة يا كريم هو عمل إيه؟ استمراراً لفكرة الرباعي في اللقاء الأهل تعال نشوف دي أول صور ده كانت مركزات الزمالك ده نضايكاً على اليمين بص هنا خلينا الأول نخش خاط الدفاع دول قلبين الدفاع عبدالغاني والزناري باكين الطرف حاتم سكر 47 ومحمد طارق رقم 38 دول باكين الطرف وحط سيد عبدالله في بداية اللقاء ناحية الشمال ونضاي 7 والأوفرلود كان بيتم بعمر جابر هنا في المنطقة دي مع زيزو ده كان الشكل اللي هو بدأ يدور عليه وعلى فكرة بدأ يدور عليه من اللقاء الأهلي مع اختلاف التوظيفات شوية طب أثناء بقى الزمالك هو بيهاجم ويحسه الكرة كان بيعمل شكل تاني حاتم سكر كان بيسيب مركز الباك الشمال ويدخله جوه خطوطين تعال نشوف الصورة اللي بعديها نشوف الراجل كان بيدور ازاي وغير مركز وكانت اختهيرة موفقة غير مركز نضاي ومركز سيد عبدالله هنا ده الشكل اللي الزمالك بدأ يغير به اللي هو حاتم سكر كان بيروح في القلب في أثناء البناء اللعب وبيفتح الملعب وعمل الأوفرلود الأوفرلود اللي كان بيعمله على الظهير الأيثر في فاركو اللي هو أبعف نقطة في فاركو يعني الظهير الأيمن إن كده قوي جدا صعب اختراقه إنما هنا قدر بقى يخترق منها في كورة الجون الأول بتاع سيد عبدالله من النحية اللي عمل في الأوفرلود اللي كان بييجي فيها زيزو وفيه عمر جابر وبييجي سيد عبدالله نشوف الجون علشان ده كان ترجمة للشكل اللي هو غيره في نص الشوت علشان ألب مكان سيد عبدالله ومكان إبراهيمانضاي لو نشوف الجون أوكي لو ما نشوفش الجون نعليه ده جمعنا ومعنا الفكرة بتاعت إن زيزو بيروح وشوف هنا بقى سيد عبدالله عمر جابر محمد طارق انت واصل بتلت أربع العيبة وفي نفس الوقت تمركز سيف وتمركز نضاي شاد الدفاع فاركو منعهم إنه هم يروحوا يقابلوا الأوفرلود اللي اتعمل ودي أفكار نكحة جميع جدا 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 تعال نشوف برضو من بداية اللقاء بعد الجنبة نيجي لللقطات اللي هو دي الكسافة الكسافة اللي هي ما كانش موجودة في الزمالك ده اللقاء بص هنا دايما حاتم بيخش فين حاتم اللي هنا بين خطوط فاركو بين لعبة فاركو بيفتح الملعب ناحية الشمال واما الكرة بتلف بيرجع تانية تمركز في القلب عشان يفتح الملعب لسيد عبدالله الكرة هنا ونضاي يخش وسيد يخش بتلاقي كسافة يا كريم الزمالك بيدور على بص عد العدد اللي بيخش دايما جوا المنطقة ومستنى الكرة انت بتتكلم واحد اتنين تلاتة اربعة هتروح هنا لسيد عبدالله دايما المنطقة فيها تلاتة ده مش حاجة وحشة في أسوريو وكان الزمالك بيفتقدها بشكل كبير تبتتكلم عن واحد اتنين تلاتة اربعة دايما موجودين سواء سيد عبدالله في بداية اللقاء مكان ناحية الشمال او سواء الهجمة اللي بعد كده اللي حنستعرضها من ناحية زيزو ده عمل يحيي عليه أسوريو ولكن دي الهجمة اللي بعدها زي ما بقولك بص حاتم سكر دايما بتحرك فين الناس تشوف حاتم سكر بيسيب دايما الباك الشمال اللي يتمركز هنا عشان يفتح الملعب مع سيد عبدالله او سواء ابراهيم انضاي اللي اتنين اللي بياخدوا أطراف الملعب بيروحوا احنا ممكن تقريبا هو بيعيد نفس اللقطة انا كنا عادي اللقطة اللي بعدها مش مهم معنا خلينا خلينا يعني ده شرحنا الفكرة بشكل مبدئي اللي هو بيعمل ايه دايما بيدور على الكسافة الهجومية ولكن تعال نشوف لقطة بس بسيطة بقى اللي هو ممكن دي اللقطة اللي بعدها اللي هيكت حتبقى عرضية زيزو لابراهيم انضاي بص دايما في دايما تواجد جوه المنطقة انا عايز بس اللقطة اللي بعدها هي اللقطة صغيرة توريك ما يعوق الراجل ولا حيفضل يعوقه ولا عمره ما حيتغير تعال نشوف اللقطة دي دي قاود بص وقفلي هنا بس بص الباص كان المفروض يبقى بصيط ازاي ارجع بقى بص الباص ده مش بص صعب وقف معلش الباص ده سهل يا كريم معلول مش عارف ايه ركب كشفات الباص ده اتنين مدافعين سايبين مساحة وانضاي بيتحرك اللاعب بتاعك مش عارف يحطها لانضاي قدامه بحيس انضاي يروح يجيب جونيا يحط جزيزو مهما بقى عملت من تيكتيك وقلت انا بقى عمل لعب زيادة وكسافة هجومية فكرة ان اللاعب عندك في التلت الاخير اللي انت بقى نخططك عشان اللي انا بغامر بدفعاتي وانا بحرم نفسي من كسافة دفعية ملازمة وفي الاخر عشان اعمل الشكل ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي النهاية اللاعب حيطلع الباص لورا ومش مظبوط انا مش بقى هجوم حاطب سكرة بتكلم على امكانيات المجموعة الهجومية في النهاية الباص حيطلع كده طب دي ممكن تتاخد عليك تاخد مرتزة طب انت غمرت انت مش قادر تستفاد من مغامرتك بشوف بقى الباص حيبقى عمل ازاي ومش باص صعب بص الباص الورا ازاي كمل بقى الباص هيكملوا حيكمل الباص ان شاء الله يلا سرعة بسرعة وحتى عندك انه دايما اللاعبة اللي تحس انه ليه عادلة كرة رجاءات الورا شو ما عرفش يستلمها خلاص كده يعني خلاص لقطاتنا خلصت لعنا عايزين نشرح بقى الفكرة بتبحث عن كسافة هجومية ولكن ما عندكش الافراد اللي دار حفزه على كرة في رجلهم وبتتقبل مخاطرة دفعية كبيرة ما عندكش برضو العناصر